الفرقاتة جامران والسفينة الدعم اللوجستي كوناراك كلاهما تابعتان لسلاح البحرية الإيراني كانت السبب بنشوب النيران الصديقة خلال تدريبات في خليج عمان كوناراك تعرضت إلى قصف صاروخي مصدره الفرقاتة جامران عن طريق الخطأ في محط ميناء بندرجاسك جنوب إيران والمطل على بحر عمان خلال تدريبات للبحرية أوقعت نحو 19 قتيلا بينهم قائد السفينة و15 جريحا من عناصر البحرية الإيرانية وفقدان عناصر أخرى في الخليج فيما أعلن الجيش المباشرة بتحقيقات فورية وسط انتشار أنباء عن وجود اختراق للمنظومة الصاروخية الإيرانية مفهوم النيران الصديقة وحجة الخطأ المزعوم الذي أسقط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران مطلع العام الحالي هو ذاته الذي أعلنته طهران بحادثة كوناراك بذريعة قرب السفينة من أحد الأهداف خلال المناورات الأمر الذي حولها إلى هدف مباشر بصاروخ صديق من شركتها في المناورات جمرا وفي الوقت الذي عز فيه البعض الحادث إلى قيام الحرس الثوري بتصفية بعض قادته من خلال هذه العملية وشك كوفي أن يكون حادثا عرضيا شأنه في ذلك شأن الطائرة الأوكرانية يتوارد إلى الأذهان سؤال في غاية الأهمية أين هي القدرات والتقنيات الدقيقة غير القابلة للخطأ التي تتحدث عنها إيران عند قصف قاعدة عين الأسد في العراق